حطمت مقولة أن المرأة كنسيج العنكبوت لا يمكن إصلاحه عندما يتمزق ولملمت أجزاءها وحلقت باسم بنات حواء اللوات ظلمنا وانتهكنا وتشتتنا وانطوينا على أنفسهم قلقات خائفات حزينات ولدت في العراق في أيام صدام حسين واختبرت بعضا من تفاصيل ذاك الزمان ودفعت أثمانا باهظة سكبتها في حبر سال في كتب روت فيها قباحة العيش في ظل صدام حسين والدها الطيار طارق سلبي ووالدتها سعاد داود الوتار وطفولتها مليئة بتجارب بائسة حزينة وقرارها كان ويبقى تحطيم جدار الصمت هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية درست علم الاجتماع وأحوال المرأة والتنمية حاولت أن تنسى جاهدت وفي كلها ظلت ترى الوردة تتفتح والشمس تشرق والنهر ينساب أسست عام 1993 وهي بعد في الثالثة والعشرين منظمة النساء للنساء وبلسمت عبرها كثيراً من الجراء قابلت كبار وأطلت عبر الشاشة مقدمة برامج تستعرض قصص الظلم وتكسر الصمت وتحول الدمار إلى طاقة خلق واستحقت جوائز وكثيراً من التقدير وتستمر ابنة بلادنا بين النهرين تردد حين تتمهل ناظرة صوب بلادها العراق يكسر قلب فلنشرع لها للمرأة العربية الرائدة قلوبنا ولنبتسم فالابتسامة شمس ثانية لا تزوم وابتسامتها المشرقة دليل اشتركوا في القناة